بسم الله السلام عليكم العديد من الناس سيعانون من هذه المشكلة تأخر العلامة سخين البواجي لدرجة انهم يدماري وكسبقة شعلة واحدة قصيرة من بعد الدماراج اذا في هذا الفيديو سوف نرى السبب الرئيسي للظهور العلامة ونرى الاحتمالات الاخرى كذلك كنا عارفين انه في السيارة مازود ضرورة من تسخين البواجي في الاول وفي هذه المرحلة كذلك العلامة في الطابلو لكن بعد مدى الاحتراق سوف نرى وقلنا انه الجودة البواجي تختلف وكلما كان البواجي جيد كلما كانت بسرعة اذا كنا نحن مولفين هكذا الطابلو في وقت معين والذي تدير الروتار فغالبا بواجي فقد الجودة والذي يتأخر في تسخين الغرفة الاحتراق السبب الاول هو ان هذا البواجي فقد الجودة وبهذا لا يسخن بسرعة لكي اعطيه اشارة لهذا الرولي لتسخين البواجي او لبراي بريشوفاج لكي تقطع الضوء لان هذا البواجي يتوز الضوء للبواجي لكي نتوز الكونتاك الاول وهذا يسخن البواجي يتعطيه اشارة لكي تقطع اذا نراقب البواجي كيف رأينا في الفيديو السابق يعني نقلب كل بواجي على حدة ونرى درجة السخونة الرأس الذي تظهر من خلال اللون الاحمر نرى السرعة للإحمرار وذلك نتأكد من الجودة اما بالنسبة للسبب الثاني والذي هو احتمال ضئيل مقارنة بالسبب الأول هو مشكل في هذا الرولي او هذا الابراي بريشوفاج نفسها يعني هي اللي يقدر يكون فيها خلال في المؤقت اللي فيها يعني هي فيها مؤقت يعتمد على السخون البواجي لكي اعطيه اشارة لكن حتى هو ممكن يكون فيها خلال ويكون تتأخر ويعطيك العلامة في الطابلو اشتركوا في القناة 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 شكرا